اليوم سوف نرى عدة أفعال مهمة جداً في اللغة الألمانية نحتاجها في حياتنا اليومية مثلاً كيف تقول أنا أحمل شيئاً ما أو أنا أمسك شيئاً ما أنا أضع شيئاً ما أولاً إذا كنت تريد أن تقول أنا أسعد الدرج كيف تعبر عنها باللغة الألمانية ومعناها صعود الدرج معناها في هذا السياق صعود يعني صعود الدرج يعني هي تسعد الدرج الفعل هو فعل منفصل وهذا معناه أن هوخ سوف يكون موقعها آخر الجملة والآن عندما تكون نازل من الدرج يعني النزول من الدرج يعني هو ينزل من الدرج الآن عندما تريد أن تعبر أنك تحمل شيئاً ما في يديك تذهب بشيئ ما في يديك من مكان إلى مكان آخر تستخدم أنفيل تخاغن والذي عنده عدة معاني المعنى الأول هو لبس يلبيسه ولكن عنده معاني أخرى من بينها حمل يحمل عندما تحمل شيئاً ما في يديك هذا الفعل لا يخضع لقاعدة في تصريفه لاحظوا نقول يعني هم يحملون الطاولة يحملونها في يديهم من مكان إلى مكان آخر يعني هي تحمل حقائب التسوق أينكاوستاشن كلمة تتكون من دير أينكاوف والتسوق ودي تاشن هي الحقائب هي تحمل سلة تفاح دير كوب هي السلة هنا عندنا أكوزاتيف لأن عندنا فعل لس أكوزاتيف تخاغن والآن عندما تريد أن تعبر أنك تأخذ شيئاً ما من مكان ما كتفاح تأخذها مثلاً من سلة فواكه أو كتاب من مكان ما تستخدم الفعل نيمن نيمن يعني أخذ يأخذ وهو فعل بلوس أكوزاتيف فعل غير منتظم لاحظوا دو نمست و أغزي إس نمت زي نمت أين أورونج هي تأخذ برتقالة زي نمت أين آي هي تأخذ بيضة دس آي بيضة دي آية بيض في الجمع زي نمت أين كيفي هي تأخذ كيوي ولكن نقصد حبة واحدة زي نمت أين شتوك بيضة يعني هم يأخذون قطعة من البيضة زي نمت أين شتوك بيضة عندما تريد أن تعبر أنك تمسك شيئاً ما بيديك تستخدم الفعل هالتن هالتن هو فعل بلوس أكوزاتيف فعل غير منتظم يعني لا يخدع لقاعدة في تصريفه زي هيلت أين بلومنشتخاوس يعني هي تمسك في يديها تمسك باقة من الظهور در بلومنشتخاوس هي باقة من الظهور أغهلت أين هاندي يعني هو يمسك بهاتف يعني في يده يمسك بهاتف أغهلت أين تص يعني هو يمسك في نجان والآن لنرى كيف يمكن أن نعبر عن تشغيل وإطفاء الآلات الإلكترونية للتعبير عن تشغيل الآلات الإلكترونية نستخدم الفعلين أنمخن أو أينشالتن يعني شغلة يشغل عندما تشغل الآلات الإلكترونية زي شالتت دين أوفن أين هي تشغيل الآلات هنا عندن الفعل أينشالتن لس أكوزاتي زي مخت دين ميكسر أين هي تقوم بتشغيل الآلات الفعل أنمخن هو فعل كذلك بلس أكوزاتي نستخدم أنمخن وإنشالتن كذلك عندما نعبر عن إشعال الضوء إش ماخ داس ليشت آن أنا أشعل الضوء والآن لكي تعبر عن إطفاء الضوء أو إطفاء الآلات الإلكترونية تستخدم الفعلين أوسمخن أو أوسشالتن الآن لكي نعبر أننا نفتح شيئا ما كنافدة أو باب نستخدم الفعلين أفنن وهو فعل بلس أكوزاتي في معنى فتح يفتح أو أوفمخن وهو فعل منفصل وكذلك بلس أكوزاتي يعني هي تفتح الباب أو زي أفنت دي تير إش ماخ داس فنستر آوف أنا أفتح النافدة والآن لكي نعبر عن غلقنا لشيئ ما نستخدم الفعلين سو ماخن وشليسن زي ماخت دي تير سو يعني هي تغلق الباب إش شليس داس فنستر أنا أغلق النافدة الفعل كلبفن ومعنى دقة أو قرعة هي تقرع أو تدق الباب والآن للتعبير عن عبور الشارع نستخدم الفعل ومعنى عبر يعبرو ومعنى عبر الشارع الفعل يوقفن هو فعل بلوس أكوزاتيف الآن عندما تريد أن تعبر أنك ترفع شيئا ما مثلا ترفع يدك أو ترفع شيئا ما إلى الأعلى تستخدم الفعل هابن هابن هو فعل بلوس أكوزاتيف ومعنى رفع ترفع شيئا ما إلى الأعلى زي هابت داس بيبي يعني هي ترفع الرضيع ترفعه إلى الأعلى زي هابت داس بيبي اغهبت زين هاند هو يرفع يده اغهبت زين هاند عندما تريد أن تعبر أنك تأخذ شيئا من الأرض يعني ترفعه من الأرض تستخدم الفعل أو فهبن هو فعل منفصل فعل بلوس أكوزاتيف ومعنى يعني انتقط من الأرض أخذ من الأرض مثلا شيئ ما يسقط منك وتأخذه من الأرض اغهبت مل أوف هو يلتقط أو يأخذ القمامة من الأرض زي هابت دي تاس أوف هي تأخذ أو تلتقط الفنجان من الأرض عندما تريد أن تعبر أنك تفتح شيئا ما بالمفتاح كالباب مثلا تستخدم الفعل أوف شليسن أوف شليسن هو فعل منفصل بلوس أكوزاتيف اغشليست دي تيو أوف يعني هو يفتح الباب ولكن بالمفتاح اغشليست دي تيو أوف اغشليست تس أوتو أوف يعني هو يفتح السيارة بالمفتاح والآن إذا أردت أن تعبر أنك تغلق شيئا ما بالمفتاح تستخدم الفعل سو شليسن سو شليسن أغشليست دي كوفا غاوم سو يعني هو يغلق بالمفتاح الصندوق الخلفي للسيارة عندما تريد أن تعبر أنك تركب وسيلة نقل كالسيارة القطار أو الباس نستخدم الفعل و تستخدم معه حفجر و يكون حفجر بلوس أكوزاتيف لماذا؟ لأن عندنا ركوب يعني تغيير مكان تركب حركة يعني هو يركب السيارة إنس هي إن بلوس داس يعني هو يركب يعني هو يركب الحفلة أو الباس الآن في حالة النزول من وسائل النقل تستخدم الفعل وتستخدمه مع حرف الجر الذي يكون دائما بلوس داتيف بغض النظر هل عندنا حركة أو لا يعني هي تنزل من السيارة هي تنزل من الباس الآن إذا أردت أن تعبر أنك تضع شيئا ما في مكان ما بصفة عامة تضاره تستخدم الفعلين عندما تضع شيئا ما بشكل عمودي تستخدم وعندما تضع شيئا ما بشكل أفقي تستخدم هي تضع المزهريات على الطاولة استخدمنا الفعل لأنها تضع المزهريات بشكل عمودي يعني هي تضع البيتزا في الفرن تضعها بشكل أفقي هي تضع الكتاب على الروف هو يضع الكتاب على الروف يضعه بشكل أفقي ترجمة نانسي قنقر